في كتير بالشام أبنية قبيحة معمرة من الإسمنت بدون أي لمس جمالية هذا معروف ولكن يلي ممعروف للكتيرين بأنه مكان هاي الأبنية كان في أبنية جميلة جداً وإلها أهمية كبيرة كلنا بنعرف هالبناء هاد البناء بالمرجي بالشام الساحة يلي بقلب المدينة معروف باسم بناء الشرابي أو الشربتلي أو برج الفيحة تم تشيده في بداية الستينيات القرن الماضي تعرفوا شو كان محله؟ هاد البناء اسمه بناء البلدية تم تشيده بنهاية القرن التاسع عشر أيام الحكم العثماني بهالبناء اتخذ القرار بقيام الحكم العربي بعد ما طلوا العثمانيين عام 1918 وبهالبناء أخذ أول برلمان سوري قرار باستقلال سوريا وإقامة الدولة السورية ومن شرفة البناء تم الإعلان عن الاستقلال وتنصيب الملك فيصل ملك على سوريا عام 1920 خدم هالمبنى نهاية الخبسينيات لأسباب مجهولة وطلع محله بناء الشرابي مثل ما قلنا وفقدنا نحن السوريين قيمة تاريخية كبيرة بخسارته ترجمة نانسية اشتركوا في القناة